استقبلت سعادة سيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية مع عليا سيد كينيث نانو ياو أفورا أتاي كبير المستشارين لرئيس جمهورية غانا والمبعوث الخاص للمالية الدولية والاستثمار وذلك خلال زيارته إلى مقر المجلس وعقد الجانبان اجتماعا تم تركيز فيه على سبل اتاحة الفرص لزيادة تبادل المعارف والخبرات بين الجهات المعنية بالترويج للاستثمار في البلدين وتعزيز التعاون المتلام بينهما يأتي هذا الاجتماع ضمن عدد من الاجتماعات التي عقدها كبير المستشارين لرئيس جمهورية غانا خلال زيارته إلى المملكة لتسيط الضوء على أهمية مواصلة تطوير العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية غانا من خلال خلق فرص التنمية الاستثمارية ذات المنفعة المتبادلة